دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية لدينا الزوارق الحربية التركية المسلحة ذاتية التحكم أولاك ستصل إلى قطر قريبا في صفقة عسكرية بين تركيا وقطر وهذه هي أول عملية تصدير للزوارق المسيرة التركية بعد توقيع العقود مع الدولة القطرية وهذا يدلل على ثقة قطرية كبيرة في الدولة التركية وأنه نتيجة التفاهمات التركية القطرية الأخيرة نرى بأن هناك تقدم ملموس في كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والعسكرية ونرى بأن هناك حرص قطري على الاستثمار في مجال التصنيع العسكري داخل الدولة التركية كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية هناك الآن تقدم لافت فيما يتعلق بهذه المسألة وهذا الأمر يسعد الجميع وهذا الأمر يبشر بالخير للعالم الإسلامي في ظل محنة كبيرة تمر بها الأمة الإسلامية فيما يتعلق بالحرب الجارية في غزة فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي اللبنانية لذلك من الضروري أن يكون هناك اتحاد عسكري بين دول العالم الإسلامي وهذا الأمر يزعي كثير من أعداء الأمة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر